أعزائي طلبة وطالبات السنوية العامة القسم الأدبي كل عام وأنتم بخير وعافية وصحة وافية بمناسبة بدء العام الدراسي 19-20 وجب التنويه أن الطلاب الذين تابعونا في العام الماضي حصلوا غالبا على الدرجات الهائية لأن باعتراف الطلاب أن أسئلة المراجعات جاءت من حلقات قناة مصر التعليمية التي نحن عليها الآن والطلبة الذين لم يتابعونا في الترمي الأول تابعونا في الترمي الثاني وأكدوا لنا أن أسئلة المراجعة هي ما جاء منها امتحان الدور الثاني إذن امتحان الدور الأول والدور الثاني جاء من أسئلة ومراجعات قناة مصر التعليمية قناة مصر التعليمية لها فضل كبير على الفلسفة والمنطق لأنها جعلت لهم إخراج سابت الأستاذ وقيل عبد الحميد الأستاذ محمد عبد عظيم فشكرا للقناة إدارة وتنسيق وإعداد وإخراج وتصوير وكل العامل أقول لطلابنا أن الحلقة تبدأ يوم السبت في التاسعة إلى خمسة دقائق تقريباً وتعاد مرة أخرى نحن الآن على الهواء وجب التنويه أنه يجب على كل الطلاب أن ينبه زملائهم ويتصلوا بهم مؤكدين لهم أن أولى حلقات المنطق لهذا العام بدأت أهلاً بكم تعالوا بنا لنتعرف على هذا الفرع الجميل علم المنطق العلم الذي يزن الكلام فيبين صحيحه من خاطئه ونقصانه من كامله علم المنطق عندنا أربعة فصول الفصل الأول هو أطول فصول الكتاب يقترب من سلسة المنهج وحده نحن عندنا أربع فصول الفصل الأول الاستدلال وتطبيقاته في العلوم التطبيقية الطبيعية الفصل الثاني بيتكلم عن موضوع اسمه معنى الاستنباط فصل جميل بنتكلم فيه على بعض الرياضيات البديهيات والمسلمات التعريفات والمعرفات النظريات المبارنات وبناخد فيه الصيغ الرمزية المسألة الإجبارية في امتحان السنوية العام الفصل الثالث يجمع ما بين أنواع الاستدلال بنقول عليه اسمه التكامل بين نوعي الاستدلال الاستنباطي والاستقرار وطالما نتحدث عن المنطق إذن لابد أن نتحدث عن الزكاء الاصطناعي في إحد الفصول المشهورة تكنولوجيا الاتصال الاتصالات علم السبرانطيقيا أو السبرانطيقة الفصل الأول أولى فصول الكتاب ندى أطول فصل نعم يتحدث عن الاستدلال إحنا لما نتكلم على المنطق بنقول أهم موضوعات علم المنطق هو الاستدلال تعالوا بنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ومع بعض علما أننا نعيد المعلومة أو نكررها بأكثر من طريقة ليفهم بعض الطلاب من أول طريقة ويفهم الآخرون من تقرار الشرح الفصل الأول في المنطق بيتكلم على موضوع اسمه الاستدلال وإيه؟ وتطبيقاته فيما يسمى العلوم الطبيعية أو العلوم الطبيعية العلوم الطبيعية تعالوا نقول نعرف المنطق عرف المنطق تعريف علم المنطق البعض من اللي قاعدين قدامي بيقول لي لي تعريف واحد تعريف واحد لا تبليه تعريفين لا تبليه تلات تعريفات لا إيه ده؟ يعني عايز تقول إيه؟ عايز أقول لك أنه تتعدد تعريفات علم المنطق تعريفاته كثيرة تتعدد وتتباين من أشهر الفلسفة من أشهر المناطق اللي كلمونا عن علم المنطق أرسطو الفيلسوف اليوناني مؤسسة علم المنطق مؤسس هذا العلم كتير جدا من المناطق الغزالي قال لا يوسق بعلمه من لم يدرس المنطق أرسطو قال المنطق هو مدخل لكل العلوم بعض المناطق قالوا المنطق لا يحاب رأيا ولا يعادي موقفا وليس قاصرا على أحد يعني أنت قبل ما تكن في سنة أولى سنوي لم تكن قد درست علم المنطق لكنك في بعض الأحيان تفكر باستخدام الأسلوب المنطقي أنت وزملائك ومن لم يتعلم التعليم السنوي العام قد يكون لم يدرس علم المنطق لكنه يفكر بطريقة منطقية عشان كده احنا قلنا كتير من المناطق اتكلموا عن علم المنطق تمام احنا قلنا الفصل الأول هو أهم موضوعات علم المنطق بيتكلم عن موضوع مشهور جدا وهو أهم موضوعات علم المنطق وهو الاستدلال الاستدلال هو أهم موضوعات علم المنطق هنتكلم على الاستدلال تمام تعريفه تمام أنواعه استنباطي واستقرائي نتكلم على الاستقراء أنواعه تام ونقص نتكلم على الحجج هناخد بتوسع شوية الحجج الاستنباطية والحجج الاستقرائية في تفسير قديم يقال عنه تقليدي وفي تفسير تاني تفسير معاصر وهنتكلم على الاستدلال إذا ما احنا قلنا اهم موضوع الاستدلال التمسيلي اهم موضوعات علم المنطقة هو علم الاستدلال وإحنا قلنا علم المنطق هو العلم الذي يزن الكلام فمضمون المناطقة جميعا انه علم يوضح وزن الكلام ويبين صحيحه من خاطئه ونقصانه من كامله تبينت تعريفات علم المنطق واهم هذه التعريفات انه علم الاستدلال علم المنطق هو العلم الذي يهتم بدراسة يدرس المبادئ او يدرس المناهج يبقى علم المنطق علم يدرس المبادئ والمناهج اللي بستخدمها التي تساعدنا وتميز بينا التفكير الاستدلالي السليم او الصحيح وغير ايه وغير الصحيح يبقى عندنا نعم الاستدلال استدلال سليم صحيح واستدلال غير صحيح علم المنطق اهم موضوعاته هو علم الاستدلال العلم الذي يهتم بدراسة مجموعة المبادئ مجموعة المناهج التي تساعدنا واحنا بنرس المنطق واحنا نفكر بالمنطق واحنا بنفكر بالاستدلال على اننا نستطيع ان نميز بين انواع التفكير السليم الصحيح والتفكير غير الصحيح تمام ايه لسه بنقول في المقدمة عندنا المنطق نعين في عندي منطق اقول عليه منطق استنباطي ومنطق تاني اسمه المنطق الاستقرائي يبقى المنطق كم نوع نعين استنباطي واستقرائي الاستنباطي وظفته انه يساعد على التمييز بين حكتين الحجج الصحيحة وايه كمان وغير الصحيحة اقول لي بقى الصحيحة ما هنعارفين تب غير الصحيح يعني ايه يعني اقدر على الباطلة اه يعني اقدر اقول على الفاسدة اه يبقى المنطق الاستنباطي واحد انواع التفكير الذي يساعدني على ان نقدر اميز بين حكتين حجج سليمة صحيحة وحجج غير صحيحة تب والمنطق التاني هو المنطق الاستقرائي وظفته انه يميز لي بين نعين من الحجج ايه ده ما احنا قولنا الحجج اه اه هنا في الاستنباط حجج صحيحة وغير صحيحة اي باطلة او فاسدة الاستقرائي الحجج القوية والحجج الضعيفة نقول تاني نقول تاني من الاول تاني يؤكد العلماء والفلاسفة ان علم المنطق هو علم الاستدلال اي ان اهم موضوعات علم المنطق هو الاستدلال وظفته تب نعرفه علم الاستدلال علم يهتم بدراسة المبادئ والمناهج التي تساعدنا على التمييز ما بين انواع التفكير السليم الصحيح وغير الصحيح احنا قلنا المنطق لي شكلين المنطق لي صورتين المنطق الاستنباطي وده يميز بين الحجج الصحيحة وغير الصحيحة تبقى غير صحيحة تبقى باطلة او قول على فاسد المنطق الاستقرائي وده وظفته يميز ما بين الحجج القوية والحجج الضعيف تعالوا نقول طالما قلنا الاستدلال قلنا الاستدلال وقلنا كمان الحجة برجاء على السادة الزملاء في الميدان لطفا للابناء هوينا على ابنائنا الشعر قال ابنائنا فلذات اكبادنا تمشي على الارض هونا انهبت الريح لتعفرهم لا تغمد لنا عينه برجاء بناش الجدل حول الحجة والاستدلال لانه دي مش تخصص طلب التالت سنة وكانت موجودة في المنهج القديم لكن نقدر نقول دلوقتي الحجة هي الاستدلال والاستدلال هو الحج وما تجدلوش بطريقة تانية يبقى يستخدم مصطلحي الحجة والاستدلال بطريقة تبادلية قل لي الاستدلال عملية بيتكون فيها من مقدمات ونتيجة تمام الحجة مقدمة ونتيج الحجة مقدمتين ونتيج الحجة سلاس مقدمات ونتيجة عشر عشرين مقدمة ونتيج الحجة عبارة عن مجموعة من المقدمات والنتيج غالباً احنا بنستخدمها بمقدمتين ونتيجة وغالباً بنستخدم الاستدلال اما بمقدمة ونتيجة واما بمقدمتين ونتيجة مش عايز ارجع الورا مع الطلبة خدنا الاستدلال المباشر يبقى مقدم ونتيجة اللي هو مربع التقابل عند عرس والقياس الاستدلال القياس مقدمة ونتيجة مضمون كلامي فهموا الطلبة ان الحج والاستدلال يستخدمان بطريقة بدلية تمام في اختلاف بعض الاختلافات البسيطة لكنها ليست موضع سؤال هذا العام لطلابنا ابنائنا طلاب الصف الثالث السنوي الادبي تعالوا نقول انا عندي قلت حج استنباطي حج اهي combos تاني حج استنباطية اقول عليها صحيحة او اقول عليها غير صحيحة بتعيد او بعيد ليه عشان اللي كان ما فدحش التلفزيون ودخل علينا يسمعنا حج استنباطية صحيحة غير صحيحة غير صحيحة تبقى باطلة غير صحيحة تبقى فاسدة او بمعنى واحد باطلة غير صحيحة فاسد هي هي طيب عندنا الحجة بيبقى فيها مقدمات وفيها ايه وفيها مجموعة من النتائج المقدمات والنتائج بوصف المقدمات كل قضية في الحجة اقول عليها صادقة تمام او اقول عليها كاذبة يبقى المقدمات والنتيجة توصف بالصدقة او الكاذبة قلنا كتير؟ مو قلناش كتير قلنا حبة صغيرة بتعرف طلابنا في اول حلقة من باكورات علم المنطق ان تعددت تعريفات علم المنطق وتبينت واختلفت بين المناطق اشهرها كان اريستو اريستو في اليونان رائد الفكر اليوناني صاحب الحضارة اليونانية قال على المنطق ما تخل كل العلوم نعم بالرغم من تعريفات العلوم الكتيرة في المنطق لكن خلي بالك اللي يقوله اريستو في الحضارة اليونانية كان صح واللي ما يقولهش اريستو كان بيعتبره خطأ لانه اريستو حاز على قيمة وقامح كبيرة في الحضارة اليونانية تعال نقول مع بعض نقول مع بعض هتبدأ تقول ايه هقول معاكو اول حتة وهي ايه هو الاستنباط يعني احنا عندنا استنباط ايوة طيب احنا عندنا استدلال ايوة احنا قلنا الاستدلال ليكون الطلبة سرحوا مني وانا عارف الطلبة سرحوا مني عملية عقلية الاستدلال عملية عقلية عشان كده قلت ايه نميز ما بينها او فيها التفكير الصحيح الحجج الصحيحة وغير الصحيح نستخلص ايه نستخلص منها او من خلالها مجموعة من النتائج قلت لي كده انا عندي الاستدلال اهم موضوعات علم المنطق والاستدلال والعملية العقلية التي دائما ما نستخلص فيها ما نستخلص منها مجموعة النتائج المترتبة على المقدمات طيب ايه الاستنباط بقى برضو عملية عقلية تأتي فيه في الاستنباط الناتيجة اما مساوية او ايه او اصغر او اصغر او اقل او اقل من المقدمات يعني انا عندي ورد في المقدمات الانسان فان انسان ده يبقى محمد تمام يبقى احمد تمام يبقى علي يبقى فاطمة يبقى جن يبقى كل البشر في العالم انسان لو قلت سقراط تمام فان او سقراط انسان يبقى انا النتيجة بتاعت تقول ايه تقول اذا سقراط فان بمعنى انتقلت من الكتير للقليل تأتي النتيجة فيه لا تتجوز ما ورد في المقدمات يعني نتيجة ما بيجيش اكتر من المقدمات انا كنت في المقدمات بتكلم على كل البشر محمد فاطمة جون جيرجس اي اسماء اي اشخاص موجودين في العالم فهو فان وفقا لما ورد في القرآن الكريم بمعنى انه كل من عليها فان تمام اذا قلنا كل من عليها فان ويبقى الكلام على الملائكة والبشر وكله وسقراط بالتفكير المنطقي متداخل مع الانسان اذا سقراط فان يبقى انتقلنا من العام الخاص يعني النتيجة دي تيجي مسوية للمقدمات او اخص منها تمام قولتاني التعريف تعريف الاستنباط عملية عقلية دائما لا تتجاوز فيه النتيجة ما ورد في المقدمات يعني بيجيش اكتر من المقدمات تيجي اهل حد بقولي تيجي مسوية تمام تيجي مسوية صعبة لي صعبة ليه اذا قلت في الرياضة انه الاعداد الاولية تقبل القسم على نفسه يبقى الواحد تلاتة خمسة سبعة حداشر وهكذا كل الاعداد الاولية تقبل القسم على نفسها يبقى النتيجة جاءت مسوية للمقدمات او اخص منها او اقل منها او اصغر منها قلت ايه انت فهمتي كلكم فهمتوا كده الاستنباط عملية عقلية دائما لا تتجاوز فيه النتيجة ما ورد في المقدمات يعني اقدر اقول الاستنباط كل استدلال نتيجته اخص نتيجته اقل مما ورد في المقدمات كده عرفنا علم المنطق واتكلمنا واتكلمنا على المنطق الاستنباطي واتكلمنا على المنطق الاستقرائي وقلنا الحجة والاستدلال يستخدمان بطريقة تبادلية بالرغم الاختلافات البسيطة اللي مش عليكم خدنا الحجة الاستنباطية وقلنا اهي قلنا في الحجة في مقدمات ونتيجة دائما القضايا نحكم عليها بالصدق او الكذب لكن الباكج بتاع الحجة كلها نحكم عليها بالصحة او البطلان فهمت الناس عرفنا الاستدلال اه الاستدلال عملية عقلية نستخلص منه النتائج عرفنا الاستنباط ايوة كل استدلال لا تتجاوز نتيجته ما ورد في المقدمات تعالوا نقول مع بعض عندي صور الاستدلال او انواع ما يسمى الاستدلال عليك واحدة احدة خلاص عندنا نعين اما استدلال استنباطي واما استدلال استقرائي اما استنباطي واما استقرائي قولي بقى ايه الفرق بالاستنباطي والاستقرائي الاستدلال نعين استنباطي واستقرائي تعالوا هنا في الاستنباطي أقول النتيجة أقول أقول أنا أصغر أصغر أو مساوية لمن للمقدمات النتيجة بتبقى أصغر أو مساوية غالبة للمقدمات تمام ينتقل منين دايما الاستنباط ينتقل من الكل إلى الجزء من الكل الجزء من الكل العام إلى الجزء الخاص خلي بالك من دي تاني الاستدلال الاستنباطي كل استدلال تأتي فيه النتيجة إما مساوية للمقدمات النتيجة اللي تحت أو أصغر من المقدمات طيب خلي بالك بقى احنا عندنا في الفيلم قاله أنا اسم إيه قاله اسم خلف خلاف خلي بقى بعكس افتكت كده بالمسلسلات اللي بحكاها دي خلف خلاف هنا بقول النتيجة أصغر يبقى هنا النتيجة إيه النتيجة أكبر تبقى عام عام تبقى أشمل أشمل تبقى يبقى النتيجة أكبر عام وأشمل منين من المقدمات كل الناس هتقول لحتة اللي قولها دي قبل ما قولها هنا قلت ينتقل من الكلي العام إلى الجزء الخاص طيب ما قلت خلف خلاف يبقى هنا ينتقل منين ينتقل من الجزء هنا بقى الخاص إلى الكل العام خد دي قبل ما أقول الإجزامبل البتاء المسال يعني الاستدلال أنواع الاستدلال إما استدلال استنباطي وإما استدلال استقراء الاستنباطي النتيجة تيجي أصغر أو مسوية للمقدمات يعني ينتقل من الكل العام إلى الجزء الخاص يعني اللي فوق كل اللي فوق أكتر اللي تحت الخط تحت النتيجة أخص أو جزء خاص حاجة خاصة حاجة جزئية حاجة قليلة وكأن احنا في حضانة حاجة أقل من المقدمات التاني بتاعه الاستقرائي النتيجة أكبر أشمل من المقدمات يعني إذا كان الاستنباط ينتقل من الكل العام إلى الجزء الخاص يبقى الاستقراء من الجزء الخاص إلى الكل العام بصوا بقى الطلبة بتوعي قالولي وما زالوا بيقولولي في السنة اللي فاتت كلها وخلال الزوال اللي فات قول بأمثلة وأنا بقول لكم بأمثلة وانت بتجاوب على أي سؤال في المنطق لازم الأمثلة الإجابة في المنطق بالأمثلة حتما وباقي المواد بالأمثلة كلما أمكن لتبين للمصحح للسائل للسامع أنك فهم هذه المثال بتاعي بقوله مثال على الاستدلال الاستنباطي احنا أقول لك كل عام تمام كل الطلاب ناجحون ده كله بحكم على كل الطلاب أقول بقى علي علي محمد أحمد فريد طاها طالب قل نتيجة ايه بقى يبقى طاها ناجح طاها من الناجحون يبقى انتقلت من الكل العام إلى الجزء الخاص النتيجة أخص من المقدمات النتيجة أقل من المقدمات تبتعي بل بقى في المثال اللي جاي الإجزامب التاني المثال التاني على ما يسمى الاستدلال الاستقرائي قول أقول لك حاضر قط حيوان سدي يلد تمام الأرنب الأرنب حيوان سدي يلد الكلب الكلب حيوان سدي يلد قول بقى نتيجة النتيجة ايه احتمال كل الحيوانات السديية تلت ايه ده هنا كان جزء هنا كل قلت كل عشان أقول ايه عشان أقول لك قدامي دهو تعميم عميمت الحكم هنا هنا أصبح خاص يعني التخصيص جعل طاها قلت محمد يبقى التخصيص جعل محمد قلت على أحمد يبقى التخصيص جعل أحمد قلت على سقرات يبقى الحكم على سقرات استبال الأمر واتضح أكيد عندنا الاستدلال الاستنباطي والاستدلال الاستقرائي قول طريقة السير في التفكير في الاستدلال الاستنباطي من الكل إلى الجزء من العام الخاص الناس بيقولوها وكتاب إيه من الكل العام إلى الجزء الخاص طريقة السير في الاستدلال الاستقرائي انتقال من الجزء إلى الكل يعني من الجزء الخاص إلى الكل العام هنا فيه تعميم يبقى النتيجة جات معمامة هناك كنت بقول القط قلت القرنب قلت الجمل قلت البقر فتحت بقى كل سدي كل حيات سدي يبقى عممت الحكم عشان كده الاستقرائي فيه غالبا قفزة استقرائية وكلمة قفزة استقرائية يقصد بيها موضوع التعميم وضحة كده خدنا ميزنا قارنا قلنا ايه هو الفرق ما بين الاستدلال الاستنباطي والاستدلال الاستقرائي تجوا بينا تعالوا احنا عندنا يا جماع الاستقراء ليه تعريف هو احنا كنا عرفنا عرفنا مع بعض الاستنباط ايوة كل استدلال لا تتجاوز نتيجة ما ورد في المقدمات امسوية ليها عرفنا الاستدلال ايوة عملية عقلية نستقلص من خلال النتائج عرفنا الاستقراء ايوة لا مش ايوة انت عاد نام بقى مش ايوة دي لان احنا لسه ما عرفناش الاستقراء تعالوا نعرف مع بعض الاستقراء عند مين الاستقراء عند اارستو مش انا قلت لكم اارستو ومؤسس علم المنطق اقامة تعريف الاستقراء اقامة البرهان على قاضية كلية بالاستناد بالرجوع بالاستناد صح او بالرجوع صح اقامة البرهان انا عايز اقيم البرهان على قضية كلية بالاستناد الى امثلة ايه بالرجوع والاستناد الى امثلة جزئية تؤكد دايما صدقها اقول صدقها صح او اقول صحتها صح عملوا الكلام باكتر من معنى لا نتحدث عن القرآن الكريم او الايات السماوية ايا كانت العقيدة انا باتكلم في منطق قلت صدقها صح قلت صحتها صح اقامة البرهان على قضية كلية بالاستناد او برجوع الى امثلة جزئية تؤكد صدقها يعني ايه يعني ده تعريف اهو تب نقول تعريف تاني الانتقال من حالات جزئية حالات فردية حالة جزئية او حالة فردية الى حالة تانية كلية لا خلي بالك بقى هناك امراض يبحث العلماء لها عن علاج او حال بس عندنا معلوم دايما هناك قضايا امام رجال الشرطة يبحثوا فيها عن المجهول لا يمكن ان انتقل الى المجهول الا اذا كان الى داي المعلوم ولذلك الانتقال من المعلوم الى المجهول الاستدلال هل نقول الاستدلال ايوة اذا كانت هناك بلاغ عن قضية سرقة امام ضابط شرطة لابد ان يكون لديه معلومات ما المسروقات ما الاماكن التي تمت من السرق ما هي المداخل ما هي المسروقات تهم من وسائق آلات أوراق نقدية أوراق مليئة وبعدين ندور عن المجهول يعني الاستقراء لا بد في نهاية الامر من خلاله ان اصل الى المجهول خلي بالك المجهول ده قد يكون بالنسبة لي احتمالي عشان كده دايما الاستقراء في العلم احتمالي عشان كده دايما نقول قوانين العلم احتمالية ترجيحية ولا لكم كتير في طول السالة ان شاء الله احتمالية ترجيحية وليست يقينية لأنها من الممكن أن تتغير بتغير الاكتشافات العلمية يبقى الاستقراء دي من احتماله ما اليقين فيهن؟ اليقين في الاستنباط لما قلت إذن لما قلت إذن قلت استنباط لما قول احتمال يبقى هو الاستقراء وتعالوا نقول مع بعض نعرف تاني الاستقراء أندرسوا إقامة البرهان على قضية كلية بالاستناد أو الرجوع إلى أمثلة جزئية تؤكد صدقها تؤكد صحتها ولذلك وانتقال من حالات جزئية فردية إلى حالات كلية أو انتقال من المعلوم إلى المجول عرفنا الاستقراء وعرفنا الاستنباط وعرفنا الاستدلال وقلنا مع بعض أنواع الاستدلال لكن لسه حد بيقول لي هو الاستدلال لنعين أي واستنباط والاستقراء تبقوا الاستقراء لأنواع؟ تمام؟ الاستقراء عندي أنواع الاستقراء واحد الأولاني أقول عليه كامل البعض بيسمي الاستقراء الاستقراء التام الكامل والتاني اسمه الناقص العلمي دعنا الآن من الناقص العلمي وخلينا مع الكامل التام ده كامل تام البعض بيسميه كامل وتام أو كانوا بيسموه إحصائي وكلمة إحصائي دي لها سبب يحصي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يبقى ما أقدرش أستخدم معاه الاستقراء التام نعم ربنا كتير قوي أمال إمتى أقدر أستخدم الاستقراء التام مع الحاجات المحدودة مع الحاجات الأليلة مع الحاجات التي ممكن لأصل إلى قضية عامة أو حكم عام لابد أن أفحص كل أجزاء قالوا عليه كامل تام إحصائي تلخيصي خلينا إحنا مع بعض في هذا المسمى الاستقراء الأول اسمه الاستقراء التام الكامل بنسميه الاستقراء التام الكامل والذي نبرهن فيه على صدق قاضية أنا عايز أبرهن على صدق قضية عامة تبصوا بقى عشان أبرهن على صدق القضية العامة لابد من فحص كل جزئية من جزئياتها لازم أفحص كل جزئية من جزئياتها تبتعي أقولك مش إحنا قلنا هنا لما أفحص كل الجزئيات يبقى أنا عندي مقدمة تمام وعندي نتيجة تمام أنا بفحص كل المقدمات عشان أوصل إلى الحكم ده اللي هو النتيج يبقى النتيجة هنا زي الاستنباط بس وعشان كده البعض قال عليه عليه لون من ألوان الاستنباط الكلام على مين الكلام على نوع من الاستقراء هو الاستقراء الكامل التام نبارهن فيه على صدق قضية عامة من خلال فحص وتحليل ودراسة كل جزئية كل عينة من العينات التي تتضمنها القضية تعال نقول بقى مثال كده نقول مثال أما أقول أنا عايزة أثبت لنفسي أن كل قارات العالم بها بحر فأقول لنفسي قارة آسيا بها بحر قالي المثال مثال قارة آسيا قارة أفريقيا بها بحر قارة أوروبا بها بحر قارة أستوراليا بها وهكذا يبقى أنا عشان أثبت لنفسي أن كل قارات العالم بها بحر لابد أن أقول فحصت كل قارة من قارات العالم ليثبت لي أن كل قارات العالم بها بحر نولتين أو المثال ثاني على الاستقراء التام الكامل مثال ثاني مثال ثاني دخلت جامعة القاهرة مثال ثاني هو الكلام ما زلنا يا جماعة عشان محدش يشرد ويزرح على الاستقراء اللي بكلم عليه وهو الاستقراء التام عند فحص سجلات طلبة جامعة القاهرة وجد أن كل سجل من سجلات طلبة به شهادة سانوية عامة لما فحصت ملفات طلبة جامعة القاهرة أو سجلاتهم تبين لي أن كل السجل من هذه السجلات بيشهاد السانوية العامة النتيجة بقى هو استنتج أن النجاح أن شهادة النتيجة السانوية العامة شرط أساسي لدخول جامعة الايه جامعة القاهرة تاني هذه المقدمات و هذه النتيجة اللي وصلت لها أنا قلت كذا مثال قولك كذا مثال هل أقولك بقى أمثلة من التي تحدث في الامتحانات أنا بأخذ العامل عشان أتمم على أدوار بتاحت طلبة السانوية العامة عشان أشوف الدسكات سليمة ولا بيبقى معي عامل بص بقى هيفحص لي فحص كل مقعد من مقاعد الفصل اللي أنا بفحصه عشان أثبت لنفسي قاعدة إن كل مقاعد الفصل سليمة فالعمل بيمسك يمسك المقعد الأول يقلبه سليم والتاني سليم والتالت سليم ونقعد نهرج مع بعض بقى كده سليم يا عم محمد سليم يا عم عبد سليم سليم كم دسك دول سليم يقول لي أنا أعدهم وهو واحد اثنين ثلاث أربع خمس عشرين أروح كاتب عندي بقى كده هو فحص كم دسك واحد ننتقل فحص كل واحد لوحده أقول عندي عشرين دسك سليم الكلام الكلام ده أطبقه أطبقه على الاستقراء التام بس يبقى الاستقراء التام لون من ألوان الاستنباط يعني ما بيضفش جديد ولذلك هقول لكم دلوقتي ان هذا اللون من الاستقراء تعرض نقد وهو موضع سؤال في السانوية العامة كنا بنتكلم عليه كنا بنتكلم على أحد أنواع الاستقراء اللي تكلم عليهم أرستو وهو الاستقراء التام الكامل عندما حاولت إثبات صدق قضية عامة يجب فحص كل جزئية من جزئية هذه القضية لكي أصل إلى حكم عام ينطبق على كل الأفراد هذه القضية يعني إن شاء الله بيجي مثلا يدخل ياخد الغياب يقول الموجود فلان وفلان 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 بص موجود شفهم كم عدهم 30 يكتب تحت الموجودين 30 يبقى تأكد من وجود كل فرد بذاته ليثبت أن النتيجة هي الأفراد الموجودة إذا النتيجة لا تزيد في الاستقراء التام عن المقدمات وقلنا هو لون من الألوان للسنباط عندي تاني تعبته لسه صح طيب عندي نوع تاني من الاستقراء اللي أنا كنت ركنه لما قولي الأولاني المرة دي هكلمكوا على الاستقراء الناقص العلمي وليه بيقولوا عليه علمي لأنه هو ده المستخدم في حياتنا اليومين أنا هو يقوم العالم فيه بفحص عدد محدود من عينة أو من ظاهرة محددة معينة ليصل العالم إلى حكم عام على ايه المرة دي كل العينات كل الجزئيات المتماثلة صح المتشابه صح يعني أنا بفحص عدد محدود قول هفحص بعد قطع الحديد تمام هفحص بعد قطع الحديد هفحص بعد قطع النحاس هفحص بعد قطع البرونز هفحص بعد قطع الزهب بصبع فحص بعض القطع جزئيات عي أو جزئيات وعينات اقول بقى الحكم بتاعي احتمال كل المعاد فحص الحديد اللي طيب يصدق وإن حاس وهكذا كل المعاد تصدق فحص الحديد والنحاس اللي طيب غالي الثمن كل المعاد غالي الثمن فحص كل أنواع الحديد القطع الحديد اللي طيب لا تصدق يبقى بحص جزئيات معينة مستر نعم قلنا مثال الكتاب اقول لكم مثال الكتاب بس عشان اقول مثال الكتاب انا عايز وسادة في ناس مش عارفة وسادة مخدة يعني المخدة دي همسكها قدامي كده وعرضها للضغط طب ممكن تبقى دي مش وسادة حاجة يعملها الكيميائي اذا ارادة مين الكيميائي معرفة اثر الضغط على الغاز هيجيب الغاز الموجود في العالم كله طبعا لا بيجيب عينة من الغازات ويعرضها بقى اه للضغط يبقى بيقول الغاز كل غاز اذا تعرض للضغط ايه قل الحجم كل غاز اذا نقل يبقى تعرض للضغط يعني اذا زاد الضغط قل ايه قل الحجم تمام واذا قل الضغط اللي حصل زاد ايه الحجم وطبقها كده وانت قاعد قاعدة بتتفرجم علي وانت قاعدة في الفوتي على الانتري في اي مكان قدامك مخد كده وسادة يعني امسيكها كده على المكتب قدامك ودوس كده يبقى اعتبالها ديك مليانة غاز اهو كل غاز اذا زاد عليها الضغط يقل الحجم اشيل ايه اشيل الضغط يزيد الحجم الكلام بقى كان بيجرب على عينة من الغاز يقوم يطبق الحكم على كل الغازات اول اذا قلنا بعض الغازات هجرب على بعض الغازات قابلة الاشتعال اول كل الغازات قابلة الاشتعال حضرتك لما بتدخل تمون باباكي بيدخل يموني ترجل جنبيل العربية بيشغل الموبايل ام الراجل صاحب المحط اقول له اقفل الموبايل لانه خطر على المكنة او خطر على البترول الحاجات دي قابل الاشتعال بصي بقى علماء هذه الايام قالوا ان البلوتوز الوسيلة دي المستخدمة في الازن 24 ساعة جربوها على بعض الناس تأتي بامرات خطيرة يبقى كل انواع هذه الوصلات اذا استخدمتها بطريقة مستمرة وغير علمية تؤدي لخطر الانسان انا اي الامثلة من عندي وده مثل الكتاب اذا اراد الكيميائي معرفة اثر الضغط على الغاز فانه يقوم بفحص مجموعة من الغازات ويقول الغاز اذا تعرض العينة بتاعته للضغط بيقل الحجم واذا قل الضغط يزيد الحجم يقوم يعمل التجربة دي ويصغها فيه قاعدة قانون علمي هنتبقه في حياتنا اليومية كل غاز اذا زاد عليه الضغط قل الحجم كل غاز اذا قل عليه الضغط زاد الحجم الحديد تتمدد بالحرارة او بعض قطع الحديد تتمدد بالحرارة اذا نظر الحكم العام من تعميميا ان كل الحديد يتمدد بالحرارة استباد استباد اقتضح الامر كنا بنتكلم على نوعين من الاستلال الاستقرائي الاستقراء عند ارصه تام كامل وناقص عالي تبتعال اقول لكم حاجة انا خدنا الاستقراء الاولاني التام بيستخدم في حياتنا اليومية قليلا ولذلك اقول لكم تعرض تعرض الاستقراء التام عند ارصه لنقد نقد بالدال عشان ايه الطلبة كاتبين في السنوات العامة النقد بالضاد احنا بنتكلم على نقد المنطق نقد شعر احنا مش محكمة النقد احنا بنتكلم على النقد اقول النقد صح او اقول عيوب لاستقراء التام عند ارصه واحد اول حاجة ليس استقراء بالمعنى الصحيح الدقيق الصحيح مش انا مش انا كنت اقول لكم الوقت من شوية كده لون من الوان للصنباط ماش استقراء ليس استقراء بالمعنى الدقيق صحيح لكن نوع حجة عمز حجة استنباطية بمعنى ان المقدمات هي نفسها النتيجة نرجع تاني نرجع تاني لما وقلت لكم سال عند فحص ملفات وسجلات طلبة السنوية العامة وقلتنا ان كل ملف به شهادة السنوية العامة اذا النجاح في السنوية العامة شرط تدخل الجامعة اهو النتيجة مقدمات لما قلت لكم كل قرات العالم بها نهر او بحر جات من اين بعد فحص قرات افريقيا واسيا اوروبا والسوراليا امريكا اللاتينية وكل قرات العالم فوجدنا ان كل قرات من قرات العالم بها بحر او بها نهر عشان كده ليس استقراء بالمعنى الصحيح لو قلت ليس استقراء بالمعنى الصحيح صح اه اه ليس استقراء لو كملت عليها لانها حجة سنباطية تأتي فيه نتيجة مساوية المقدمات صح سكن تسلم عايز تقول دي هتاخد الدرجة الفول مارك برضا اعني هنا في القناة والله ساعدونا القناة من اول شخصية قائد ومنسق ومصور يعني احنا نقوله براحتنا ونقول لكم ونعد لكم مرة واثنين وثلاثة احسن من الدرس الخاص ليس استقراء بالمعنى الصحيح الدقيق اتنين طب الخطوة التانية بقى يا جماعة انا عندي الاستقراء يكون علمي اذا زادت المعرفة لكن الاستقراء التام يفتقد ايه القفزة الاستقرائية يفتقد القفزة الاستقرائية يعني لا يوجد تعميم مش انا قلت لكم لما عممت درست الفصل وديسكاته ما اقدرش اعمم الكلام على الديسكات بتاع المدرسة كلها لما فحصت الملفات بتاع جامعة القيرة ما اقدرش اعمم الحكم على جامعة اسكندرية وعن شامس واصيوه لما اتكلمت على دولة دولة من الدول وفحصت حاجة فيها ما اقدرش اعمم الكلام على البقائيين يفتقد القفزة الاستقرائية ايه لا يوجد تعميم ايه لا يوجد انتقال من المعلوم الى المجهول معليش بقى هتكلم النقطة التالتة دي وغصب عني انا ماشي انا والاستاذ وائل والاستاذ محمد العظيم دو مخرجين وفي الشتاء فالمطر نزل قلت يلا نعد نقاط المطر دي ونشوفها كم نقطة امضحكوا علي انا انت تجننت ولا انا ما تجننت انا بسألكم هو احنا ممكن نطبق الاستقراء التام دو ونقعد نفحص كل حبات المطر كل زرات المطر كل حبات الرمال انا ممكن اجيب لي ثلاثة طلب شوال رز في السنة العام وقول لهم عايز تعدولي عدد حبات الرز ده ده هيقول الرجل ده مخ مش مظبوط عشان كده اقول لكم بقى يكون مستحيل استخدامه اهو العيب التالت اهو يكاد يكون مستحيل اه استخدامه بس امتى اذا كان عدد افراد الظاهرة اللي انا بفحصها غير محدود قول او لا متناهي تب اقول لكم حاجة عايزين نفحص الحديد اللي في العالم ونطبع على الاستقراء التام بيتمدد بالحرارة ولا لا هل ممكن نهد كل بيوت الدنيا ونجيب الحديد نعرض الحرارة عشان يجوب بيتمدد ولا لا مستحيل هل ممكن نجرب على كل المياه الموجودة في البحر والمحوطات ان تتعرض للغالين عند ذلك كام مستحيل عشان كده كان عدد افراد الذي افحص غير محدود ولا متناهي مثل حبات الرمال وزرات المطر والحديد في العالم وغيره من الزوار كنت بتكلم على نقد لحسن يكون الناس نسيت السؤال ده بييجي سنة وسنة وبييجي كتير جدا اهو تعرض الاستقراء التام عند ارسط الانتقادات الاستقراء التام عند ارسط يمكن استخدامه في حياتنا اليومية في مواقف متعددة اقول له لا لان الاستقراء التام عند ارسط له كثير من الانتقادات ليس استقراء بالمعنى الدقيق يفتقد القفز الاستقرائي لا يوجد تعميم في الانتقال من المعلوم المجون يكاد يكون مستحيل في الاستقراء وأنواع الاستدلال اللي هو الاستدلال للصنبات والاستقرائي والاستقراء عرفنا عند أرسو وقلنا أنواع الاستقراء التام وناقص واخدنا أنواع الاستقراء التام الحلقات معدها تسعة لربع كل سبت إن شاء الله لنا إخراج جميل سابت إن شاء الله الحلقة تبقى فلسفة وحلقة أمامتها إن شاء الله ومعي زملاء أعزاء يتحدثون في المدى بلا باقة ويجبون على كل سنة أعزاء الطلاب إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حدث اليوم نتمنى لكم التوفيق السلام عليكم